أصعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الأربعة 2 آذار مارس القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح ينكث القمر في منزلة المقدم لغاية الساعة 14 دقائق من صباح يوم الأربعة بتوقيت جرينج لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة المؤخر وهي منزل للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر طبعا القمر الآن موجود في برج الدلو موعد بث الحلقة لأنه احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا ببدأ الساعة 22.49 دقيقة من صباح اللي هو يوم الثلاثاء وبينتهي الساعة 6.35 دقيقة مساء من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج اللي هو موعد بث الحلقة طبعا بعد الساعة 6.35 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر بيكون انتقل لبرج الحوت واستقر في برج الحوت عشان هيك رح نحكي عن التأثيرات انتقاله للحوت ما رح نذكر مكوته في برج الدلو طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود في برج الحوت فتأثيرات ورح تكون على جميع الأبراج انه في هاي الفترة بتلعب الناحية الروحية دور بارز على جميع الأبراج منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرف الدموع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مأثرة خلال هذا اليوم أول زاوية هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي مستمر التأثيرات لغاية يوم ستة ثلاث بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب برضو خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهاي برضو تأثيراتها لغاية اليوم يعني اليوم آخر يوم لإلها وبعدين بتنتهي اللي هو يوم اثنين ثلاث طبعا بتعزز لدينا قوة الحدس خصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم ستة ثلاث بالدل هاي على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع تتلو هذا الاتصال فعشان هيك هاي الأثر اللي حاليا موجودة طبعا لغاية ستة ثلاثة وبعدين هاي الزاوية بتنتهي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة طبعا هاي تأثيراتها إيجابية وسلبية مع بعض الإيجابية منها أنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن من ناحية سلبية أنه أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية بالنسبة للزاوية اليوم رح تتشكل أو أول زاوية هي زاوية بتيجي تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس اللي اليوم ذروتها طبعا إنه يومين احنا منذكرها طبعا هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاثة ولكن اليوم الساعة خمسة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بتكون ذروت هاي الزاوية هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية البطيئة الأخرى اللي رأى برضو ذروتها اليوم هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي زي ما حكينا أنه اليوم ذروتها ساعة 34 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم أربعة ثلاثة هاي بتحدث بعض الأسباب اللي بنشعر فيها بالتعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهاي برضو إلها بعض الضرر على الأمور الصحية أما بالنسبة للزاوية اللي رح تكون مع القمر أول زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وأربعة وثلاثين دقيقة مساء هاي الزاوية لها علاقة بولادة القمر يعني ولادة الهلال الجديد هو يولد يعني بيكون بداية ولادته مساء الليل الساعة خمسة وأربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش فلكيا يعني بمعنى آخر ابتداء من بكرة احنا منبلش نعد في أول أيام شعبان فلكيا وليس لرؤيته بالنسبة لهذه الزاوية بمعنى إيجابية نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من نصدق بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني مثل عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم صحيا أو الإش القدمين أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين وهو هرمون مسكن للألام والميتالونين وهو هرمون مساعد على النوم عشان هيك يكون الألام اللي بنشعر فيها في هذه الأيام أكثر من الطبيعي وبرضو بصير أرق وقلق ونوع من أرواع الخربطة حتى في المنامات والأحلام مثل الكوابيس أو أحلام مائلها معنا بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن بالنسبة لعمليات التجميل يعني أنا بشوف أنه إيجابي يعني ناحية الحقن وناحية الجراحة ما في أي مشاكل ولكن أنه بدأت الآن مرحلة أنه نمو القمر وهون من نحكي يعني من ساعات المساء لغاية ساعات المساء إزالة الشعر الزائد جائزة وممتازة كثير وما فيها أي مشاكل ولكن بعد ساعات المساء خلص إحنا دخلنا في مرحلة بصير لنمو الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح من ساعات المساء مساء يوم الأربعاء يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب ما في أي مشاكل إلا أنه ممكن تظهر بعض الأعراض زي ارتفاع حرارة أو آلام مكان الوخز عشان الهرمون اللي حكينا عنه اللي بيساعد على أنه نشعر بالآلام أكثر فبنادول كل ست ساعات يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم ثلاثة ثلاثة بيبدأ خلو المسار في تمام ساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي له يوم الجمعة أربع ثلاثة حتى تمام الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل الخميس على الجمعة لينتقل القمر بعدها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة خمسة وسبع دقائق صباحا بصير ثلاثين يوم نسبة الإضاءة بتصير صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الدلو بده ينتقل للحوت حكينا ورح نفترض انه هو بالحوت حتى يوم أربع ثلاثة سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا اليوم بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكونوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتخلدوا للراحة من وقت لآخر أنت اليوم في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما ترهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أي أمر بتميلوا اليوم للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا أنه يكون هناك فوضى أو تأخير أو خسارة خلال هذا اليوم إذا ما ركزتوا بشكل جيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا اليوم بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم اليوم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاولوا اليوم أنكم تطلبوا مساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة ما فيه نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينكم بين الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إشي أنكم ما تبقوا وحدين وأخرجوا للقاء الناس لأن الوضع الاجتماعي هو اللي في مكاسب لألكم في منكم رح يتوجه له دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عنده جمعة برج الجوزة ابتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبرضو بوسعكم اليوم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وبتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب ممكن تعيشوا اليوم فترة فيها امتحان أو ضغط في حياتكم اليومية أهم إشي أنك ما تكون مهمل وتحاول أنك تركز بشكل جيد اليوم ما في داعي للمغامرات والمجازفات لأنه هاي امتحان لسمعتك برج السرطان يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحث يعني عندهم أشياء خارج البلاد أو مع أجانب فعشان هيك اليوم مناسب للاتصالات البعيدة والسفر البعيد والتفاهم مع أحبائكم أهم شيء أنه اليوم ما ترتجلوا عمل وما تستخفوا بالواجبات الأضواء مسلطة عليكم بتكونوا جاهزين لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا وفيها مكاسب كبيرة جدا فعشان هيك بدكوا تستغلوها على مستوى السفر علاقات نقاشات ترويج لشيء معين وبرضو بالامتحانات برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك بتكون تحاضروا أي إهمال للنقاط الإدارية والقانونية لأنه أنت اليوم بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم إشي إنكم ما تتذمروا على مسمع من أحد برج العدراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر صار مقابلك تماما وطاقتك ضعيفة وممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وبتكون تحاضروا من المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي فترة من أصعب الفترات خلال هذا الشهر برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكون تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي حابين يمارسوا نشاط بدني أو يعملوا تشيك على صحتهم وممكن تشتكوا من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم إشي إنكم متأجلوا عملكم وما تضيعوا الوقت راعوا ظروفكم الصحية اطلبوا المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فهاي فترة مهمة جدا فلازم تهتم بسلامتك الجسدية برج الحقرب ابتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي وجميل جدا بيبعث على البهجة والإنشراح فعشان هيك اليوم ببوسعكم ومارسة نشاط فني وبرضو بدعوكم للإبكار إلى نشاطاتكم وعدم التلكؤ حضروا بشكل جيد لعملكم وما ترتجلوه اليوم ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تطلق إيجابة أو إشارة مهمة الحظ داعم لإلك بكل المقاييس على المستوى العاطفي على المستوى المالي على مستوى الهوايات والأمور الفنية والتجميل فالأمور ممتازة فاليوم الحظ لجانبك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو على بيتكم اليوم ممكن تعزز الروابط العائلية أهم شيء تلطف الأجواء تفادي لبعض الأزمات أو سوء التفاهم ممكن اليوم تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحظوظ عندك بشكل كبير في عندك دعم كبير ولكن بدك تدير بالك على بعض الأمور العائلية المستجدة اللي ممكن تكون فيها بعض المشاكل أو بعض الأعطال والاهتمامات بالأمور المنزلية برج الجديد بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات بشكل كبير وإيجابي وهذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وممكن اليوم تعززوا العلاقة ما بينكم وبين أخ أو جار هذه فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا اليوم بطرح موضوع حساس وممكن اليوم تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب وممكن تحقق إنجاز كان صعب أنك تحققه بالفترة الماضية فاليوم هذا من الأيام المميزة اللي لازم تستغله بكل طاقتك برج الدلو اليوم ممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكو أغلب هاي الأمور بتيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة فعشان هيك بدكوا تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي ممكن تستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وتنتبه من بعض النصابين والمحتالين ممكن تظهر مصاريف غير متوقع اليوم إلها علاقة يا إما مصاريف عائلية يا استشفائية برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود لأن القمر صار عندكم وأنتو بتبدأوا الآن فترة ممتازة جديدة فبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع وممكن تعززوا معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة لإدخال تعديلات على حياتكم تعتبر هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر صار أو الاستعداد لورشة جديدة تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر فعشان هيك بداية موفقة لإلكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء